أخذ منك نقطة بس في المجال ده وبعد كده أتحرك لمجالات تانية أمين الصندوق اللي قعد قدام المهندس خالد مرتجي وأنا فكر في اللقاء معايا قلتها هتشوفه أمين صندوق بشكل تاني القصة متغيرة دلوقتي هل فعلا هنشوفنا أمين صندوق بشكل تاني وهل الميزانية الناس اتخضت وعنها برقت وفتحت بقها لما سمعتها خلال الجامعة العمية اللي كانت من كام يوم هي كانت نتاج لجهد مجلس الإدارة بالكامل والنادي بكل عماله وموظفيه ومدريه وعلى رأسهم مجلس الإدارة بقيادة كابتن محمود الخطيب بس يا كابتن أحمد أمين الصندوق ليس منصب تنفيذي أمين الصندوق معا دولاب محترم بقيادة الأستاذ عماد حلمي والطقم اللي معاه اللي أنا بعتبرهم هم دول الأساس في هذا الموضوع أمين الصندوق بيطبق سياسة مجلس الإدارة النقدية نعم الاقتصادية نعم لكن هو ما بيشتغلش بإيده نعم وبالتالي الناس كانت يعني فهمة أنه لازم أمين الصندوق ده يبقى راجل محاسم بنكير مع كل احترامي أنا راجل مهندس نعم وبالتالي هو أنا فرض في منظومة بقيادة كابتن محمود الخطيف في مجلس الإدارة بنفذ سياسة مجلس الإدارة النقدية لكن اللي بيعمل الشغل كله هو الأستاذ عماد حلمي والناس اللي معاه وأنا لازم أوجلهم التحية كان زمان أم أستاذ عماد حلمي كان أستاذ عباس أستاذ عباس وعم حلمي أبو 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 أستاذ عماد حلمي فبالتالي هو مش أنا اللي بيشتغل نعم أنا بطبق وبشوف وفي الآخر هي سياسة المجلس بقيادة الكابتن وأقولك حاجة الكابتن ما بيسبش مليم إلا ما هو بيشوفه صحيح بجد نعم سألنا أنا بقى نعم يعني أنا بشوف يعني بيدقق بيدقق في كل حاجة لأن في الآخر هو أنت قليبالك احنا عندنا مشكلة في الصرف يعني أوكي إحنا مزينيتنا 7 مليار 144 مليون لكن إنت حجم إنفاقك كبير جدا إنت عندك 18 مشروع حيكلفوك 800 مليون جنيه إنت رسه لازم تاخد أكتر فبالتالي إنت النهاردة عندك حجم إنفاق غير طبيعي عندك حجم إنفاق عن نشاط الرياضي إنت عرف إحنا بنصرف في النشاط الرياضي كامل يا كابتن أحمد نعم السنة اللي فاتت أنا صارف 400 وشوية مليون السنة دي الموازنة بتاعتنا 620 مليون بيجي لك كم منها بقى 10 مليون 10 مليون اللي هي إرادات الأكاديميات الحاجات اللي هي كوميرش لكن عندما تيجي نفكر بقى مشروع ترياضي بعيدا عن كرة القادر بقى لا لا من كرة القادر حاجة تانية نتكلم فيها بعدين فأنت النهاردة ما هو نادي الأهلي طالما واحد لابس تي شيرت أحمر لازم يبني مرة واحد طبعا وبالتالي أنت بتفكر في حاجتين بتفكر في منتخب مصر وبتفكر نادي الأهلي يازم يبني مرة واحد فبتجيب أحسن لعيبة بتدفع أحسن عقود بتجيب أحسن مدربين وكل ده بيجي على حساب عسبك أنت لأنك أنت ما بتجيش ما فيش دخل حتى احنا يمكن الفترة اللي فاتت عالسينة كابت الخطيب قالك إيه احنا بقالنا كتير قوي ما بنتدخلش في الاتحادات لأنه لقينا أن ميزانيات الاتحادات قايمة عن نادي الأهلي أنت متخايل أنا مثلا اتحاد الكور اتحاد البسك لا البسك ولا الفولي وأخد مني 8 مليون جنيه في السنة ما بين رسوم مش عارف لعيبة ياخد مني نصف مليون جنيه عشان بجيب مدرب أجنبي الله ده أنت بدل ما تساعدني وتدعمني لأن في الآخر أنا اللي بجيب لك اللعيب ده تلعب إيه لعبك في منتخب القومي تاخد مني يعني فلوس مش صح فبالتالي كابت الخطيب قالي يا جماعة احنا لازم يقالينا دور نعم احنا متأخرين وبالتالي كابت الخطيب بدأ هذا الموضوع وبدأنا نجتمع مع المرشحين مع المرشحين والقوام عشان نشوف ونتكلم نفهم منهم رؤيتهم عاملة ازاي وإيه الموارد اللي هما بيفكروا يعملوها لأن أنت النهاردة كانت تحاد لازم تفكر في مواردك مش مواردك يبقى منجيب الأندية اللي هي أصلا بتديلك المنتخب وإيه اللي بتصرف على كل حالي صحيح فبالتالي كان لدينا دور السنة دي في الاتحادات لكن الاربع سنين اللي جايين هبقى لدينا دور أكتر وعلى فكرة الدور ده مش عشان مصلحة النادي الأهلي وكابتن كان يعني حتى كابتن كان تعبان ساعتها وبيطلع معنا في الزوم وبيتكلم يا جماعة احنا عايزين لوائح منضابطة ده صحيح لوائح مش مطاطة مش واحد يكلمني يقول لي كذا يغتغير لا وعايزين نعرف الحقوق بتاعتنا أنا النهاردة أقل حق وهو البس مثلا في اتحاد اليد ما عنديش حق البس تخيل أنا بلعب ملعبي وبلعب جوه الكرة الصالة المغطبة بتاعت وما ليش حق البس ما ليش حق الفلوس إن أخدها من البس فبالتالي فيه حاجات فيه لغة كبيرة جدا وفيه حاجات محتاجة تنضابط ولوائح محتاجة تنضابط علشان فعلا نفكر إزاي الحاجة هل هناك أمل في يوم من الأيام إنه أقولكش اضغطي لأنه أنت بتكلم أنت بتكلم في 600 مليون والإراضة 10 مليون يعني فتات الفتات هل هناك أمل في يوم من الأيام إنه ممكن المصاريف تقرب شوية ولا ده شافوا بعيد والله أتمنى يعني لو لو الناس عرفت يعني لو الاتحادات عرفت يعني في الآخر أنت بتعظم المنتج بتاعك عشان تقدر تليب سبونسر لو المنتج بتاعك يعني عزمت والاتحادات بدت تفكر إزاي تقدر تجيب رعاة أكيد حيبقى على أقل ما تبقاش خسران الخسارة الفتاحة دي لأن في الآخر ده مبالغ كبيرة بقولك 600 وشوية مليون جنيه السنة دي العوضي بيصرخ لي كل شوية عايزين كذا 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 فلا الموضوع محتاج شغل محتاج الاتحادات تفكر في تنمية موريدها محتاج الاندية بقاليها حقوق تعرف تباحها ده صحيح ترجمة نانسي قنقر